الاعتداء على الأماكن المقدسة إسلامية كانت أو مسيحية لم يعد أمرا جديدا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وتحطيم عدد من الصلبان في مقبرة رهبنة السلزيان الكاثوليكية في بيت جمال غرب القدس هو الحدث الأخير في هذه الظاهرة المنفذون لم يتركوا آثارا تدلل على هويتهم كما كان في حالات سابقة لكن الشكوك تدور حول ما يعرف بمجموعة تدفيع الثمن اليهودية المتشددة ناس داخلوا المقبر وخربوا عدة صلبان مخطوطة لرأس القبور الست صلبان وفعلا نحن زعلنا كثير لكي أردنا أن نعيش عيد الميلاد من دون نعطي خابر للخارج دير رهبنة السلزيان كان قد تعرض للتدنيس وكتبت على جدرانه عبارات مسيئة للمسيحيين في مارس 2014 كما سبق وأحرق مدخل كنيسة اللاترون القريبة من القدس وكنيسة الطابغة القريبة من طبرية إلى جانب عدد آخر من الكنائس والمواقع المقدسة لدى المسيحيين وهو الأمر الذي بات يقلق المسؤولين المسيحيين خاصة في ظل تزايد حملات التحريض ضدهم من جانب حركات يهودية متشددة كان آخر فصولها وصف رئيس مجموعة لهذا المسيحيين بمصاص الدماء فقبل تصريحاته واثناء تصريحاته وبعد تصريحاته تحرق كنيس وتكسر سلبان وقابر فالربط سهل بين هذا الرجل وبين ما يحدث لأنه من عنا من ناحية تحريض واضح من هو الذي يحرض من ناحية نتيجة التحريض فإذا مشهوا نفسه الذي قام بالعمل جمعته ومع زياد هجمات ما يعرف بمجموعة تدفيع الثمن التي أعلنتها إسرائيل حركة خارجة عن القانون تزداد التساؤلات عن الأسباب التي تقف وراء إخفاق السلطات في ملاحقة نشطاء تلك الحركة ومحاكمتهم بعد قيامهم بمئات الاعتداءات في الضفة الغربية وإسرائيل لا المقدسات الإسلامية ولا المسيحية تسلم من اعتداءات ما يعرف بمجموعات تدفيع الثمن ولا يبدو أن الخطوات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد هذه المجموعات كفيلة بوقف نشاطها شيرين يونس كاينيوز بيت جمال ترجمة نانسي قنقر